السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم الصفعة 145 ضوابط اللغة الإملاء والقواعد موضوع اليوم هو الهمزة في أول الكلمة عندنا ثلاث حالات للهمزة الهمزة في بداية الكلمة الهمزة في وسط الكلمة أو الهمزة في آخر الكلمة متى تكتب الهمزة في بداية الكلمة تكتب الهمزة في أول الكلمة فوق الألف إذا كانت مفتوحة مثلا أب أو الأب وقعت الهمزة هنا مفتوحة فوق الألف وتكتب الهمزة أيضا في أول الكلمة فوق الألف إذا كانت مضمومة مثلا أخذ الأخذ وقعت الهمزة هنا مضمومة فوق الألف وتكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة مثلا إنسان الإنسان وقعت الهمزة هنا مكسورة تحت الألف أقرأ الفقرة الآتية حول هذا الموضوع أهرام مصر هي أقدم العجائب الفنية في التاريخ والوحيدة الباقية إلى يومنا هذا بنيت مدافنة للفرائنة وكان عددها تسعة أشهرها هرم الجيزة الأكبر المعروف بهرم خوفو وقعت الهمزة في بداية كل الكلمات الآتية أهرام أقدام أشهرها وسأرسل لكم الفيديوهات المتعلقة حول هذا الموضوع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر